السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم اليوم ان شاء الله راح ناخد الجديد في صفحة رقم 22 وصفحة رقم 23 من يونت 3 اللي هي المحادثة يعني محادثة خلونا نشوف المحادثة عن ماذا مثل ما احنا شايفين راح نشوف عظم ديناسور أو عظم بشري وحفوذيات يعني راح نكون متواجدين في هذا المحادثة في المتحف خلونا نشوف هنا ليش المحادثة عنه فوق اول شيء هنا يسأل بالوردي مكتوب what's that what's that هنا تطبيق لقاعدة that that للبعيد المفرد what is that what's اختطار لي what is هنا يسألوا ايش هذك what is that اجاب الشخص اللي معاه it's a dinosaur انه ديناسور it's اختصار لي it is تستخدم للحيوانات والجمادات it is a dinosaur او it's a dinosaur ا ا يعني مفردة اوكي بعدين هنا ليش نستخدم او ما استخدم او لانه دي consonant لتر يعني من حروف الساكنة نستخدم معها ا بعد ذلك قالوا it's a تيرانوسورس ريكس اسم ديناسور لكل ديناسور لها اسم خاص فيه لفصيلته اوكي it's a it's اختصار لي it is ا دليل على انه الكلمة القادمة رح تكون اسم مفرد خلاص اضافنا لنا معلومة عن غير اسم الديناسور قال it's 65 million years old هو عمره 65 مليون سنة اوكي بعدين الشخص الاخر قال ايش واو يعني تعجب اوكي it's enamorous enamorous يعني ايش مره ضخم الحجم اللي هذا ديناسور ضخم جدا اوكي تستخدم enamorous للاشياء الضخمة جدا او الكبيرة جدا بعد ذلك هنا سألوا تحت بالوردي ايضا what are these strokes هنا كمان تطبيق لقاعدة this this للقريب الجمع للجمع القريب هنا مجموعة يعني جمع رح تكون عندنا this or those لكن these للقريب هو قاعد يشوف عن قريب يعني هنا رح يقول what are these rocks احجار ما هذه الاحجار اوكي rocks s واستخدم r طبعا الر نستخدمها دائما للجمع ايش قال له قال له actually they are not rocks قال له actually يعني في الواقع they are او اختصار they're اوكي they're not rocks هذونا ماهم احجار not اوكي ميكي مايك ميكي هو اسم الشخص بعد ذلك they are fossilis fossilis يعني ايش احفوريات اوكي بعد ذلك look at this fish look انظر at and هذه السمكة fish يعني سمكة خلاص بعد ذلك انتقلوا الى الهيكل العظمي قال له and this is and this is the skeleton of a man قال له هذا هو الهيكل العظمي للبشر اوكي امان يعني رجل سكالتون يعني هيكل عظمي كلمة سكالتون يعني هيكل عظمي هنا قال له this is دليل على الاش انه قاعد يتكلم عن شيء قريب لما يقول this شيء قريب شيء مفرد قريب مفرد قريب is فعل مساعد للمفرد اوكي the skeleton of a man بعد ذلك قال له yes his name is Jerry يعني مكتوب هنا Jerry skeleton فتحت العظم مكتوب Jerry skeleton يعني الهيكل العظمي لجيري يعني هذا صاحب هذا الهيكل العظمي اسمه Jerry قال له yes his name is Jerry his اسمه خلاص اسمه his اسمه his name اسمه لما نقول her name اسمها لكن هنا his name يعني اسمه is Jerry لأنه مفرد is his his او he is نفس الشيء اختصار his اختصار about three million years old يعني هذا العظم من قبل ثلاث ملايين السنين ثلاث ملايين من السنين his about three million years old بعد ذلك قال له هنا شافوا شيء غريب في قزاز قال له and what's this وماذا هذا هنا مكتوب لك your ending يعني اختار انت النهاية ok your ending يقول النهاية الاولى it's a dinosaur egg egg it's a dinosaur egg يعني هذا a dinosaur number two it's a meteor number three it's a diamond ok يعني diamond يعني جوهرة يعني تختار انت النهاية اللي تعجبك يعني يجابه وقال له النهاية اللي تعجبه خلنا نشوف الاسئلة about the conversation يعني حول المحادثة اسئلة حولها طبعا لازم نفهم المحادثة دائما عشان نعرف نجيب على اسئلة هنا يقول لك اجب yes or no يقول لك the skeleton of the dinosaur is small يقول لك skeleton يعني ايش الهيكل العظمي the of the dinosaur the dinosaur is small يعني صغير صح ولا خطأ no it's inanerous يعني جدا ضخم ok the rocks are really fossilis fossilis يعني الحجارة هي حفورات صح ولا خطأ صح يعني اللي قال عليها احجار هي اصلا احفوريات يعني yes the skeleton's name is mickey هل العظم حقة الرجل هي لشخص اسمه mickey لا خطأ اسمه جيري يعني هنا نكتب no the skeleton of the man is three million years old page number twenty three reading reading يعني قراءة before reading دائما قبل ما نقرأ يعطينا شوية معلومات او شوية اسئلة what kind of things do you see in museum يقول لك ايش الاشياء اللي تقدر تشوفها في المتحف ايش رايكم المتحف يتضمن عدة اشياء فيه متحف اثري فيه متحف فيني فيه متحف مثل ما رايح نشوف هنا للعلوم فتختلف حسب المتاحف اشكال الوان خلاص فما نقدر نحدد كم نوع موجود اوكي خلونا نشوف المتحف اللي راح يتحدث عنها في هذا الدلس museum of science museum يعني متحف of لي او في العلوم science يعني علوم خلونا نشوف the museum has a lot of things المتحف يحتوي على اشياء كثيرة a lot the museum المتحف has يملك a lot كثير of things من الاشياء اوكي from the world من العالم of science and technology من العلوم والتكنولوجيا اوكي see over 800 exhibits نرى اكثر من 800 معرض exhibits and over 2000 interactives unit interactives unit واكثر من 2000 واحدة اوكي بعد ذلك مثل ما احنا شايفين رسمة او مجسم للقلب يقولك هذا walk through the six meter model of human heart يعني هنا في عندنا متحف فيه قلب على شكل قلب تمشي حوالينه اوكي 6 امتار حوالينه كم 6 امتار يعني قديش كبر هذا المجسم في هذا المتحف ايضا عندنا see the first spacecraft to go around the moon يقولك تستطيع انك تشوف في هذا المتحف اكبر مركبة فضائية او عفوا the first يعني الاولى see انظر the first الاول spacecraft spacecraft يعني مركبة فضائية to go around the moon التي تذهب حول القمر بعد ذلك عندنا ثالث شي go inside german submarine from world war 11 1944 اللي هي november 1944 يقولك اذهب بداخل sub marine يعني اللي هي الغواصة german المانية from world من حرب العالمية شهر 11 1944 بعد ذلك في المقابل عندنا special attractions يعني عوامل جذب جذب خاصة now open الان افته leonardo di von she exhibit يعني قادوا لك هنا معرض leonardo discover the innovation of the famous painter خلاص famous painter يعني الرسام رسام مشهور a man truly before his time a man يعني رجل truly حقيقة before قبل his time قبل وقته يعني جاه وقبل وقته كان جدا أبقر يعني في الرسم أوكي بعد ذلك عندنا تحت omnix 3d theater هذا اسم لمسرح آخر أو متحف آخر see see the film انظر إلى الفيلم and take journey وخذ رحلة take journey رحلة back in time back in time يعني زمن القديم back قديم in time في الوقت to the birth place of to the birth place of لمكان ميلاد western civilization يعني ايش western civilization يعني الحضارة الغربية western غربية civilization حضارة كذا احنا اخذنا بعض المعلومات طبعا دائما بعد اي conversation رح يسأل شوية اسئلة لاختبار معلومات اللي احنا فهمنا after reading complete the sentence بعد ما تقرأ اكمل هذه الجمل the museum has things from the word of science and technology اكي بعد ذلك the six meter model is of a heart للقلب كان الامتار هي للقلب the nomination are by by ايش ليناردو او the famous painter نقدر نقول او رقم اربعة the film is about الفيلم عن ايش كان عن ماذا كان يتحدث الفيلم western civilization يعني ايش الحضارة الغربية western غربي civilization حضارة اوكي بعد ذلك مكتوب هنا discussion discussion ايش يعني discussion يعني مناقشة رح يسألنا شوية اسئلة number one are there museum in your town are there هل هناك there هناك museums متاحف لو كان museum واحدة museum لكن اضاف الاس يعني متاحف museums in your town في مدينتك your town town مدينة your town مدينتك number two what's the most famous museum in your country what is in it what's اختصار لي what is يعني ماذا the most الأشهر in your country في بلدك country your country بلدك what is ماذا in it فيها ماذا فيها يعني المتحف عن ايش تكلم او عن ايش number three what's your favorite museum ما هو what's اختصار لو what is يعني ما هو your favorite يعني favorite مفضل your favorite المفضل لك museum منه ايش هو الميزيوم مفضل لك يعني المتحف المفضل لك what section what اي section يعني قسم اي قسم اوكي كذا نكون خلصنا page number twenty two and page number twenty three شرح مفصل كامل اتمنى انكم فهمتوا واذا ما فهمتوا تستطيعون اعادة الفيديو مرة واثنين حتى تستطيعون تعيدون الفيديو مرة واثنين وتفهمون المعلومات اكثر واكثر لا تنسون انكم تشتركون في القناة وتفعلون زر انتبهات عشان ما تروح عليكم القناة لانه راح تكون من مقترحات اذا ما اشتركتوا عشان تكون دائما موجودة ومعروفة لكم فعلوا زر انتبهات عشان تعرفون متى نزل الفيديو وغير كذا حطوا لي لايك عشان تقدير لتعبي ومجهودي نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم الى ذلك الوقت استودعكم الله الذي لا تضيع ودع